لا شيء يثير الدهشة في بلد تتحكم فيه ميليشيات طائفية تدين بالولاء للخارج وزارة التعليم العالي في حكومة محمد السوداني تقرر إيقاف التعامل مع العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في داخل العراق بناء على توصية من مستشارية الأمن القومي وصفة هذه المنظمات بالمشبوهة والتي تستهدف المجتمع العراقي الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية استهداف تلك المنظمات والعاملين بها من قبل الميليشيات المسلحة تحت مزعم التمويل الخارجي وتهديد أمن المجتمع العراقي القرار أثار غضبا في أوساط الناشطين المدنيين والمثقفين الذين رأوا فيه تضييقا لمساحة الحريات وإحكاما لسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة كلها في ظل حكومة لا تدرك أهمية المنظمات غير الحكومية في تعزيز جهود الحوكمة والدعم المجتمعي والكشف عن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وفضائح الفساد بحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تلك الأهمية التي توجب على الحكومة أن تعمل على دعم مشاريع المجتمع المدني لا محاربتها والتضييق عليها بيد أن الأمر في العراق يختلف فقرار وزارة التعليم العالي يأتي بعد خطابات لزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي ووزير التعليم العالي نعيم العبودي الذي ينتمي إلى الميليشيا نفسها بل كان المتحدث باسمها سابقا هذا فضلا عن أن شهادة الدكتورة التي حصل عليها كانت من الجامعة الإسلامية في لبنان والتي كانت ضمن فضيحة مدوية في تزوير شهادات للعراقيين والأسيما السياسيين وأن مستشار الأمن القومي صاحب التوصية بقرار وزارة التعليم العالي هو قاسم الأعرجي المنتمي لميليشيا بدر منع منظمات المجتمع المدني ليس غريبا إذن ما دام أن الوزارة والحكومة تديرهم الميليشيات وبطبيعة تركيبتها الفكرية فإن تلك الميليشيات ترى في كل جهد مدني أو تطوعي خارج عن دائرة نفوذها تهديدا لذلك النفوذ لذا فإنها ستواصل حربها ضد تلك المنظمات والفعاليات المدنية حماية لنفوذها ونفوذ رعاتها في طهران ترجمة نانسي قنقر